بالاسلحة الثقيلة والصواريخ يخفي ليل البصرة وجوه صانعي معركة نارية شرسة لكنه ليل كشف الارتباك والخطر الذي غرقت فيه البصرة تحديدا ارتباك الاصوات التي ترجح انها ضريبة الخلاف السياسي وتصفية حسابات في الجنوب حيث المصالح والنفوذ والمواجهة الشرسة قبل ايام قليلة تلقى بدر شاكر السياب الشاعر العراقي والعربي والبصري رصاصات عدة في جسد تمثاله الشهير التغيير وثقت هول الكارثة الامنية لطالما انها وصلت الى رمزية البصرة ما يعني ان الصورة التي اعادها ليل الاربعاء الماضي توشك على القول ان البصرة ضحية نزاعات سياسية دخلت فيها اطراف اللعبة بحالة اندار شديد للعراق بعد ان فقدت سيادة القانون في خاصرته الجنوبية نهار بغداد ليس كليل البصرة لكنه يلمح الى ترابط لما يحدث في الخفاء تحديدا عندما اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجميد سرايا السلام وما نشرته منصات التواصل من توجيه نداء باقاف تجاوزات ميليشيات وصفها مغردون بالموالية للخارج على حساب امن العراق واحترام سيادة قواته الامنية زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي غرد بما يحي برسالة التجاوز عن الاساءة الموجهة له مطالبا الاجهزة الامنية ان تأتمر بامر القائد العام للقوات المسلحة حفاظا على هيبة الدولة وامن اهل البصرة اذا هي حالة توتر تثيرها الاشتباكات المسلحة في البصرة والاختلافات بين زعماء العملية السياسية الا ان المشهد لا يوحي باستقرار مرتقب مع مخاوف اتساع دائرة العنف في المدينة ونظرا لان ما يؤكده مراقبون للمشهد السياسي على ان الاستقرار الامني لن يتحقق الا بحل سياسي يكون عنوانه الحوار وتجنب اتساع دائرة الصراع في الشوارع والساحات اشتركوا في القناة